شبكة قنوات المحروصة تلفزيون القاهرة يقدم علماء من بلدي بعد قليل بسم الله الرحمن الرحيم ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم من نبت أرض مصر ومن بين أبنائها أحفاد الفرعنة العظام عقول مبدعة تسعى بالعلم والمعرفة بالعمل الدؤوب والإخلاص المتفاني لخلق مستقبل مشرق لكل أبناء هذا الوطن وإيد على إيد نبني مصر من جديد مع العلم والعلماء نلتقي علماء من بلدي على شاشة القاهرة الآن عزيزي المشاهدين مساء الخير أهلا بكم معينا وحلقة جديدة من برنامجكم وعلماء من بلدي ضفنا النهاردة عزيزي المشاهدين هو عالم مصري في مجال علوم وتكنولوجيا الألبان أستاذ دكتور مرسي أبو السعود السودة الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة جامعة الأسكندرية والعميد الأسبق للكلية والحائز على جائزة الدولة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم العلوم الزراعية لعام 2016 إضاءة سريعة على مشوار علمنا الجليل بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر أستاذ دكتور مرسي السودة تخرج في كلية الزراعة جامعة الأسكندرية في عام 1970 نال درجة المجتير من نفس الجامعة عام 1973 ثم الدكتورات من فرنسا عام 1976 ودرجة دكتورات دولة أيضا في عام 1980 من فرنسا تدرج بالوظائف الأكاديمية بزراعة الأسكندرية من معيد وحتى عميد حيث تولى هذا المنصب من 2006 وحتى 2009 أستاذ دكتور مرسي السودة صاحب رصيد ضخم من البحوث المنشورة دولياً ومحلياً يزيد على 200 بحث له مدرسة علمية متميزة أشرف على 35 رسالة علمية في الداخل والخارج بحوث علمنا الجليل تعد مرجعاً ودليلاً علمياً على المستوى الدولي حيث حصل على مهام علمية كأستاذ زائر في جماعات أمريكا، كندا، فرنسا، البرازيل، الإمارات، السعودية أيضاً حصل على براءة اختراع أمريكية العالم الجليل أستاذ دكتور مرسي السودة حظى بالعديد حظى بالعديد من الجوائز محلياً ودولياً أربع جوائز من فرنسا جائزة من الولايات المتحدة الأمريكية وجميع الجوائز العلمية لجامعة الإسكندرية وعلى رأسها جائزة دكتور طه حسين في الريادة الفكرية والإدارية والتطورية في عام 2014 أيضاً حصل على جائزة الدولة للتفوق العلمي في عام 2005 ومؤخراً جائزة الدولة التقدرية لعام 2016 حنالتقي بالعالم الجليل بعد الفوضة ترجمة نانسي قنقر 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 نلتقي بالعالم الجليل منشرفنا ومنورنا أستاذ دكتور مورسي السودة الأستاذ المتفرق بقسم علوم وتكنولوجيا الألبان بكلية الزراعة جامعة الأسكندرية العميد الأسبق للكلية الحاصل مؤخرا على جائزة الدولة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم مجال العلوم الزراعية لعام 2016 أهلا بحاجة معنا يا دكتور ألفون بروك بداية يعني نتكلم على الجواز لأنه طبعا جائزة الدولة التقديرية هي جائزة كبيرة جدا هامة جدا لأي عالم لكن الجائزة ما جاتش من فراغ جات من مشوار طويل قبلها كان في مجموعة كبيرة كمان من الجواز خلينا نتكلم على أهم الجواز اللي حضرتك حصلت عليها لأنها كانت كمان من دول كتيرة كبير الحياة بس قبل ما اتكلم عن الجواز عايزة أقول أنه أنا خدت الجائزة فعلا لكن ما كانش ده مجهودي لوحدي يعني أي عالم بيحصل على جائزة بيبقى مجهود عشرات من الناس بيعاونوا يعني لما بننشر بحث بيبقى عليه أكتر من اسم فيعني اسمحيلي أن أنا أتقدم بالشكر لكل الناس اللي عاونويني في المشوار ده وسمحوا لي أن نحصل على الجائزة طيب يعني إحنا برضو مهم أن إحنا كمان نتكلم على أهم يعني الناس اللي حضرتك بتشكرهم دول يعني فيه فيه ناس تركوا علامات يعني وكان ليهم أثر كبير في حياتك وممكن تقول أن أنا يعني بشكرهم واهدلهم الجواز دي كلها مش حتى جائزة الدولة التقدرية قبل ما أتكلم بقى على الجواز يعني فرصة أعرف مين دول والله فنم يعني في بداية المشوار بيبقى المشرف على الرسالة يعني سواء رسالة الماجستير أو رسالة الدكتورال اللي كانت من فرنسا الناس دي بتبقى زي مثل أعلى قدام الواحد بيحاول أنه يعني يقلدها لغاية ما شوية شوية بيبتدي بقى يقف على رجليه بعد كده حياتك فيه زملاء في مشوار الباحث والطلبة اللي حواليه كلهم بيبزلوا مجهود وطبعا الأسرة بتوفر برضو للشخص المناخ المناسب علشان يقدر يعني يتفرغ أكتر للبحث بتاعه فلما بتتوفر الأمور دي كلها بيبقى الواحد عنده الفرصة أنه يعني يبدع لو يعني لو سمينا إبداع أكيد طبعا بس خلينا نقول أنه الجوائز هي حصاد مشوار طويل لكن الجوائز في البدايات بيكون لها أثر يعني وخصوصا لما يكون باحث شاب ويحصل على جائزة أكيد أكيد بداية الجوائز كانت في فرنسا؟ لا هو أول جائزة تقدمت لها وحصلت عليها كانت جائزة الجامعة التشجيعية ويمكن فرحتي بيها كانت أكتر من يعني لأن بتبقى أول جائزة اللي واحد أخدها بيبقى الواحد يعني وهو بيتقدم مش عارف يعني هو فين بالضبط والمستوى والنوعية البحوث بتاعته وبتاعة فطبعا بيبقى لها تأثير كبير على الواحد وبتشجعه أنه يتقدم بقى يعني لما الواحد بيحصل على جائزة بيبتدي يعني قلبه يجمد زيان بيقوله يتقدم لجوائز تانية تعودت عن تفاوق بقى خلاص يعني أعرف حياتك لكن يعني طبعا في الآخر كل جائزة بيبقى لها طعم مختلف وبتسعد الواحد يعني حياتك أنا لما عرفت من أن أخدت جائزة الجامعة لجائزة الدولة التقديرية يعني كنت طاير من الفرح يعني وهي تقلت لي بالتليفون ما صدقتش لما شفتها بقى مكتوبة في اليوم السابع ظن على الانترنت وبتاع يعني ده اللي خلاني صدقت أن هي فعلا حصلت عليه بس يعني برضو هنقول أنه جائزة الدولة التقديرية هي نتاج لمشوار يعني يمكن الجائزة في الأول بداية من جائزة الدولة التشجيعية أو الجامعة تشجيعية حتى حضرتك بيحسوا بتقدم لكن التقديرية مختلفة بس أنها عن مجمل مشوار صحيح يعني جائزة الدولة التقديرية عن مجمل مشوار جائزة الدكتورة أحسين كانت عن مجمل مشوار والجائزة اللي خدتها من أمريكا برضو كانت عن مجمل مشوار فدول تلات جوائز يعني عن المجهود اللي بوزل في السنوات قبل الجائزة على بعضها ولكن من فرنسا حضرتك كمان حصلت على أكثر من جائزة أو سمة طيب يعني فرق إيه شرح لنا بس عشان نبقى فاهمين وكل وسام إيه سببه يعني هو الحقيقة الوسام اللي اسمه البالماكاديميك ده له رتب يعني حاجة زي الجيش كده يعني فيه رتبة فارس ورتبة ضابط ورتبة قائط فهي يعني هو أولا كان الامبراطور نابوليون الأول هو اللي كان اخترح الجائزة دي علشان يشجع بيها العلماء والبحث العلمي فالحقيقة يعني ناس من السفارة الفرنسية بيتعاملوا مع باحثين كتير وهما اللي بيختاروا الشخص وبيعرفوه أنه هو رشح للجائزة دي وبعد كده بتقبل أو ما تقبلش الترشيح بتاعهم يقبل أو ما يقبلش والحمد لله يعني قبل في الحالة بتاعتي وهي بتشترط أنه الواحد يكون له نشاط تعاوني مع فرنسا وبيكون يعني عمل حاجات مع زملاء مثلا من فرنسا ولها عائد على مصر وعلى فرنسا في نفس الوقت الجائزة الرابعة أو الوسامة الرابعة ده في الزراعة يعني بيسموه الميريت أجريكول وده يعني من ضمن الناس اللي حصلت عليه يعني أنا ما بقرنش نفسي بي يعني إنما اللوي باستير هو العالم المشهور قوي وممثلة مشهورة قوي برضو في فرنسا اسمها كاترين دينوف والرئيس جاك شيراك يعني التلاتة دول يعني أنا حتى لما كلمت في الانصلية يعني بهزار يعني قلت له من أنا وكاترين وجاك والوي أخدنا حصلنا يعني على الوسامة في الزراعة طيب نتكلم على البدايات شوية اختيارك أصلا لكلية الزراعة فكرة التفوق زي ما حتى كده ويمكن أنا قلت في البداية دكتور مرسي تعود على الجوائز هو كمان واضح أنه تعود على التفوق ومن معيد لعميد يعني رحلة من التفوق يعني بدأت إزاي بقى الحكاية والله يا فندم يعني بالنسبة لكلية الزراعة يعني أنا والدي يا الله يرحمه كان يعني بيمتلك أرض زراعية فدي من الحاجات اللي شجعتني أن أنا أدخل أدخل كلية الزراعة يعني ما فيش حد بيدخل الكرة يعني قليلين قوي اللي بيدخش كلية الزراعة بمزاجهم يعني واحد طبعا بيبقى بينظر إلى كليات أخرى لكن أنا يعني ما كنتش كارح أن أدخل كلية الزراعة ولما دخلت كلية الزراعة وابتديت أدرس فيها لقيتها متمشية متمشية قوي مع الحاجات يعني البيولوجي والكلام ده ده متمشي مع العلوم اللي أنا كنت حددت اللي أنا بحبها فابتديت أحب الموضوع والحمد لله ربنا وفقني أن أنا قدرت أجيب تأدير والحقيقة ابتديت بقى يعني كنت بشوف المعيدين والأسدزة في الجامعة فابتديت أحلم بقى أن أنا يعني أنضم لأعضاءات التدريس وكده والحمد لله يعني ربنا حقق الأمنية الماجستير من جامعة الإسكندرية ولكن الدكتورة من فرنسا الموضوع كان في الماجستير عن إيه وروحت فرنسا زيها منحها ولا إيه بالزبط تمام حضرتك بالنسبة للماجستير كان على صنف من أصناف الجبن الإيطالي اسمها البرغولوني هي من الأجبان النادرة اللي بيتم تدخنها يعني زي الرنجة كده بتتدخن وبيبقى فيها طعم تدخين فكانت الدراسة عليها يعني هي الحقيقة كانت فكرة المشرف والحقيقة يعني يمكن لقيت شوية صعوبات على الواحد يلاقي مكان بيقوم بتصنيع الجبنة وبعدين برضو الحقيقة ربنا وفقني ولقيت فروحت وشفت يعني كنت تتصنع في مصر يعني بطريقة حتى تصنيعها قريبة أو من الجبنة الموزاريلا لكن دي بيتم تدخنها الموزاريلا ما بتدخنش طيب الماجستير بعدين الدكتوراه هو أنا الحقيقة لم أحصل على منحة يعني يعني قررنا إن إحنا نبيع يعني محطة أرض من من أملك والدي يعني حتى الناس أياميها يعني كانت شايفة إن ده كلام مش مظبوط إن أنا الحياة أياميها كانت المنح بتاخد وقت طويل قوي فقلت لهم أنا عايزة استثمر عقلي وده اللي حصل ده كان 76 حصلت على الدكتوراه اللي قبلها بقى شهادة دكتور مهندس اللي هي بتعادل في مصر الدكتوراه المصري ورجعت من فرنسا سنة 76 واتعينت مدرس في كلية الزراعة ولكن وانا هناك ابتدت أحلم بقى بحاجة تانية لقيت إنه أعلى درجة في فرنسا وده اللي بتسمح للشخص بره إنه يقدر يدرس في الجامعة إنه يحصل على دكتورات دولة أو الدكتور السيانس فالحقيقة كان نفسي يعني أحصل عليها هي ما كانتش هتجيب لي حاجة من نحة الترقية أو يعني غير إنها غير البحوث يعني اتفقت مع المعمل اللي أخدت منه دكتور مهندس وإن أنا أشتغل في مصر وروح لهم في الصيف أكمل الأبحاث اللي ما أقدرش أنفزها في مصر وبعدين ربنا عفقني إن أنا أخد منحة من السفارة الفرنسية لمدة سنة أستكمل فيها الأبحاث ونقش الرسالة والحقيقة كنت فخور جدا إن أنا نقشت الرسالة دي في معهد باستور اللي هو طبعا يعني يعني الموضوعات كانت عن إيه يعني برضو عشان نبقى فاهمين وهل يعني تم تطبيق هذه الأبحاث هنا ولا لأ حياتك الموضوعات كانت عن بكتيريا حنض اللكتيك بكتيريا حنض اللكتيك دي اللي هي البكتيريا اللي بتضاف مثلا على اللبن علشان تحوله الزبادي أو بتضاف على الأجبان علشان تحولها الجبنة وتديها الطعم المميز بتاعها يعني حياتك لو مثلا شفتي جبنا روكفور وجبنا رومي مثلا وجبنا بيضة الطعم مختلف تماما اللي بيعمل الاختلافات دي البكتيريا اللي بنسميها البديئات فدراساتي كانت على البكتيريا يعني طبعا برضو طريقة التصنيع بيبقى لها دور إنما الدور الأساسي في تغيير الطعم بتاع الجبن هو البكتيريا دي فكانت الدراسات دراسات أساسية عن يعني الأصدب أساسية أنها مش تطبيقية على البكتيريا ومكونات الإنزيمات اللي موجودة فيها وبتفترق عن إيها من بعضها وكده والمعهد اللي أنا كنت موجود فيه وكان فيه ناس معروفين يعني عالميا بيشتغلوا في هذا الموضوع فالموضوع كان شيق وكان يعني بلاقي المساعدة من الناس والمناقشات يعني في الاجتماعات وبتاع فكل دي طبعا حاجات بتساعد قوي الواحد إنه يتقدم في البحوث يعني حضرتك ذكرت كلمة إنه الموضوعات كانت شيقة لكن كمان مهم قوين إحنا نتكلم على إنه هذي الموضوعات مرتبطة كتير بالتصنيع نسبوك وده اللي إحنا محتاجينه طول الوقت طبع آه البحوث اللي هي الأكاديمية الأساسية اللي لسه حداك بتتكلم عليها مهمة ولكن كمان إحنا محتاجين البحوث التطبيقية دي عايزين نتكلم حالا على هذه البحوث التطبيقية من بداية عمل دكتور مرسي بس بعد الفاصل عشاني كنتك حتى أي مستحيل يا بلدي فاكر مش نسيلك الكبير فينا اللي يرى عملك عشاني كير تستهلي اللي قفتي جملي كل خير عشاني كنتك حتى أي مستحيل يا بلدي فاكر مش نسيلك الكبير فينا اللي يرى عملك عشاني كير تستهلي يملي وقفتي جملي كل خير من قلبنا بنحبها نضعب عشان نعلي دايماً أسمعها قبلنا تحتك نتلاقينا جنبها قولت هدى بالمسؤولية ومفرسية قولت هدى بالمسؤولية ومفرسية بنزرع بنتعب بنبني ونعلم وكل يوم بنرفع اسم بلدنا تعالوا نكمل نشتغل أكتر وأكتر ونجود أكتر مصر بتتغير بإيد كل واحد فينا مصر بتتقدم كل يوم بينا لجعنا مرة تانية أعزائي المشاهدين ولقعنا مع العالم الجليل دكتور مرسي السودة والحقيقة يمكن دكتور مرسي ليه أكتر من 200 بحث هام جداً وإحنا مهم قوي أن نتكلم على هذه الأبحاث من الناحية التطبيقية يعني زي ما بتكلم على أنه ارتباطها بالصناعة مهم قوي أن نتكلم على ارتباطها دي على بحاث بالصناعة وتطبيق أيها أنا قلت حاتك أننا درشنا البكتيريا والإنزيمات بتاعتها الجزء التطبيقي الخاص بالدراسات دي كان عشان نسرع من تسوية الجبنة لأنه حاتك فيه أصناف جبنة بتتاكل طازة يعني بتتصنع وتتاكل على طول وفيه أصناف تانية لازم تستوي يعني لازم تتحط في غرف مخصصة على درجة حرارة معينة ودرجة رطوبة معينة وتتساب فترة الفترة دي بيكون فيها الطعم والقوام المميزين لكل صنف جبنة المدة دي بتتراوح من بضعة أشهر لسنوات يعني فيه جبنة مشهورة قوي في إيطاليا اسمها البرمجانو هي بتتستعمل في البشرة تتحط على السباجتة وكده دي ممكن تفضل سنتين تستوي الفترة دي بالنسبة لصانع الجبن فترة طويلة لأنه ده رأس مال ركت يعني بيحط هو الجبنة ويسيبها سنتين قبل ما يبتدي يلم الريع بتاعها فعملنا تجاره كتير علشان نقلل من فترة التسوية دي يعني من غير ما خش بقى في تفاصيل كتير يعني كان بعضها بإنزيمات من مصادر أخرى كان بعضها بكابسولات بنحط فيها الإنزيمات ونحطها في الجبنة وكان بعضها ببكتيريا بنصبطها وبنموتها ونحطها في الجبنة بكميات كبيرة علشان نقدر نختصر فترة التسوية دي فده كان جزء من الأبحاث التطبيعية في جزء تاني كان مرتبط بسلامة اللبن لأنه احنا في مصر عندنا مشكلة أنه ما زلنا بنستهلك أو فيه يعني قطاع كبير من المواطنين مازال بيتعامل مع ما يعرف باللبن السائب يعني اللي هو اللبن اللي ملوش هوية اللي هو بيتباع مثلا على بسيكليتة اللي بيجي حد يسلمه في البيت فاللبن ده ممكن يسبب مشاكل لأنه ممكن يبقى محفوظ بفورمالين ممكن يبقى محفوظ بسودة كوية أو يعني متعدل الحموضة بتاعته بسودة كوية فكنا عملنا حملات علشان نوع المستهلكين وعملنا دراسات علشان يعني نؤكد هذا الكلام بالبحث يعني ما يبقاش مجرد كلام مسترسل كده فلمنا عينات من محافظات مختلفة من الجمهورية وحللناها لوجود الفورمالين وحللناها لوجود بكتيريا مرضية وحللناها لوجود صودة كوية مثلا أو يعني غش بكربونات طب هل يعني غالية اللبن ما تقضيش على كل هدي المشاكل والكويرس اللي حضرتك بتقولها حينما احنا تخضينا يعني كده احنا بنتعامل مع اللبن بشكله ده ايوه حقول لحضرتك الوقت غليان اللبن يقضي على ما به من ميكروبات مرضية ده حقيقة ولكن لو اللبن مخشوش بفورمالين مش حي يعني حيفضل فيه الفورمالين لو اللبن مخشوش بمية المية موجودة فيه فهو الغليان حيقضي على ما في اللبن من ميكروبات فقط فيعني اعتقد ان ده مش كافي او مش اعتقد ان ده متأكد انه ده مش كافي طيب يعني برضو ده هيجرنا للنقطة ان حضرتك بتتكلم على الالبان نتكلم على سلامة الالبان يبقى لازم نتكلم على سلامة الاجبان نفسها لانه ما هو الجبنة هتتصنع من اللبن فلو ده فيه فورمالين او الجبنة نفسها ممكن تتصنع بالفورمالين يعني حتى لو اللبن سليم ما كانش فيه فورمالين لا هو حياتك يعني فكرة الفورمالين انه يحفظ اللبن لانه اللبن زي ما حاضرتك عارفه غذاء كامل او يعني شبه كامل اللي هو بتنقصه حاجات بسيطة اوي زي ويتامين سي ويتامين دي والحديد لكن فبالتالي اذا كان اللبن ده مهم عشان اكيد الميكروبات يعني اللي هي كائنات صغيرة جدا هتبقى شرحة جدا انها تنمف فهو يعني سريع التلف جدا وعلشان كده لازم يتبرد بعد حلبه مباشرة عشان ما تلحقش الميكروبات تنمو وتزيتي بالضبط فعمليات التبريد دي ما هيش متاحة بقى لكل الناس عايزة يعني مصانع مثلا او اماكن او مزارع مجهزة مش مزارع بسيط يقدر يعمل كده يعني هو المشكلة ما بتبقاش من المزارع البسيط بتبقى من الوسطاء اللي هو بيجي ياخد من المزارع البسيط هو المزارع البسيط ممكن يعني لو طلب منه حيحطه في حيجيب تلج مثلا يحطه ويحطه في يعمل حمام تلج ويحط اللبن فيه حيبرد لكن بعد كده بقى بينقل هذا اللبن على عربيا والصناء اللي على عربية قر وعلى بسيكليتة على اي حاجة فحاتك في الشتاء يمكن الامر ممكن تعدي انما في الصيف وحاتك شايف الحر عامل ازاي اليوم من دول اللبن اكيد البكتيريا حتنمو تطرعرع وتوصل فبيتقل للناس حطوا كم نقطة فورمالين حاتك عارف الفورمالين ده المادة اللي بتحفظ بها الجسس يعني اي واحد في كلية الطب الجسس بيحفظوها فحاتك الفورمالين ده بيتضاف بقى على اللبن فبيقتل الميكروبات لكن في نفس الوقت ده ممكن يجيب امراض في الكبد ممكن يسبب امراض سرطانية وقد يجهل اللي بيحط الفورمالين عن اضراره يعني ممكن يكون بخصن النية يعني ده رزقه احنا برضو عملين نفكر انه طبو هنعمل ايه الناس اللي بتشتغل في الموضوع ده يعني كان احنا بنقولهم ما تشتغلوش فيه لا يعني اشتغلوا بس بابعاد معين في حلول حتك يعني في حاجة اسمها يعني اماكن تجميع لبن يعني ممكن مثلا يعني مثلا اربع خمس قرى يتعامل فيهم مركز تجميع البان والفلاح يروح يسلم اللبن بتاعه في المركز التجميع ده وهم بقى يبقى عندهم المبردات وهم اللي يوصلوا بقى للمصانع اه او كده يعني ده موجود ولا لا في مركز تجميع في مركز تجميع هو ايام مكانت شركة مصر الالبان هي المكان الوحيد اللي بيتعامل مع الالبان الشركة الحكومية بقى عشان ما نعودش نقوم بإعلانه اه اه شركة الحكومية الشركة الحكومية مزبوط اه كان فيه مراكز تجميع في اماكن كتير من مصر اه وكانت بتقوم بتجميع اللبان وتسلمه للشركة كان عندها المبردات ديات اه ايو كان فيها المبردات وكان فيها عربيات بتيجي تنقله وتوديه للمصانع اه لا ابتدت العملية دي تتعامل من جديد والشركات الكبيرة اللي موجودة في مصر في معضها عمل لنفسه مراكز تجميع وفيه ناس بقى ده شغلتها ان هي تجمع لبان وتديل المصانع اه مافيش مؤشر كده يقول لبان ده مخشوش او فيه من يعني بحيث ان انا كمستهلك عادي اعرف لا حالتك المستهلك العادي اه يعني صعب انه يعرف الا زا كان يعني مثلا لو الحموضة زادت قوي حاضرتك هتشميها يعني ممكن الواحد اللي اللي ابتدى يتعود على الموضوح بيقدر يشم ريحتل لكن عشان يكشف على الفورمالين ده لاها اختبار بيتعامل ومواد كيموية وبتاع ما اعتخدش بقى ان كل رب تبيت حد يعني هتعمل معمل صغير في البيت عنده فهو يعني يمكن اللي ينصح بيه في الحالات دي انه الواحد يشتري الالبان المعبقة اللي بتعملها المصانع الالبان المعبقة دي بقى يعني مفروض انها تم اختبارها ايا كان سعر المنتج برضو وايا كان المصنع اسمه ايه عشان برضو نقول لا اصو ممكن المصنع ده احسن مصنع ده او المصنع ده بيغيش مفيش حاجة اسمها كده ولا ممكن المصنع يغيش كده حضرتك المصانع يعني بتقع تحت الرقابة يعني وزارة الصحة بتبعت تاخد عينات البان من المصانع وتحللها وبتاع اه وبعدين يعني اصحاب المصانع ملهمش مصلحة اوي انهم يضيفوا فرمالين خصوصا لو المزارع بتاعتهم يعني في مصانع لها مزارحة وفي مصانع بتشتري لبانها من مراكز من مراكز التجميع اه فاللي عنده اللي عنده مزارعته ملوش مصلحة انه يحط فرمالين لانه هو بيعق يعني هو بيعمل الكنترول كله في المزارعة اللي بيمتلكها او الشعركة او بيمتلكوها وبعدين اللي بياخد اللبن ده ويصنع اه واللبن بقى بيبتدي يتعرض لدرجات حرارة في المصنع بتقضي على الميكروبات وبيوفر اه ويمكن الامان الاضافي اه اللي بييجي من المصنع انه يعني فيه هوية يعني اقصد انه دلوقتي انا اشتريت اه كرتونة لبن ولا كيس لبن وحصل لي حاجة او لقيتها بايزة اه انا عارف دي جاية منين اه اقدر اه اروح ارجحها او اه يعني اه اه اتعامل بقى قانونيا يعني بس احنا في تعاملاتنا مع الالبان مفروض انها طول الوقت تبقى مبردة يعني مفيش حاجة اسمها بس بعد ربع ساعة ولا نصعها في الحر ده مفيش حاجة اسمها كده ايا كان يعني حتى لو كان علبة جاية من شركة بس اه سبتها برا البكتيريا بتنشط ولا ايه ولا هم عندهم موضة حاجة لا 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 مفيش موضة حاجة حاجة في نوعين من الالبان في الالبان المعقمة والالبان المبسطرة الالبان المعقمة دي بتتعامل معاملة حرارية مرتفعة وبتعبق في عبوات معقمة تحت ظروف معقمة يبقى احنا بنتكلم على اه بيئة كلها معقمة فالالبان دي ممكن انها او مش ممكن هي بتترك يعني حاجة لما تروحي اي اي محل بتلاقيها محطوطة على الرفوف اه على درجة حرارة الغرفة وممكن تحفظ لغاية ستة اشهر من غير ما ما تتلف ولا ولا تضاف اليها اي مواد حفظة لان الناس كتير قوي بتقول ان الالبان دي يعني ازاي لبن يتساب لمدة ستة شهر اه بدون مواد حفظة لا هو لان التقنية بتاعته التعقيم والتعبئة تحت ظروف معقمة هي اللي بتدي له الخاصية انه يبقى له اه قدرة قدرة حفظة يعني يعني ما ليش احنا كمان عشان الوقت عايزين نلحق نتكلم على براءة اختراع يعني ايه حصل عليها دكتور مورسي السودة اه حالا هنتكلم على براءة الاختراع بعد الفاصل موسيقى مصرعة على بينا الفترة الجاية لينا نبني بجد ولا يوم نهد اللي هنبني بأيدينا بالحب وبالإرادة موسيقى 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 مصرات على بينا الفترة الجولين نبني بجد على يوم نهد اللي هنبني بيدين بالحب و بالقراء الصحة يبقى عادة كل مرة حد فكر يزد طريقنا عيالين مصرات على بينا الفترة الجيلين نبني بجد ولا يبني هد اللي هنبني بيدين وتستمر الرحلة رحلة اكتشاف الكنوز المصرية من العقول البشرية لعلماء المصريين القادرين على التحدي وصناعة الأمل في مستقبل أفضل لكل أبناء هذا الوطن علماء الثلاثاء وعالم جديد ينضم إلى منظومة علماء من بلدي موعدكم وعلماء من بلدي الثلاثاء على شاشة القاهرة دكتور مورسي السودة الحصل على جازة الدولة تقدرية عام 2016 حصل على براءة الاختراع من أمريكا فإحنا عايزين نعرف براءة الاختراع كانت إيه وليه أمريكا هو هذك براءة الاختراع كانت عن تصنيع جبنة شادر من نسبة الدهن فيها تلت نسبة الدهن الموجودة في الجبنة الشادر العادية مع الاحتفاظ بجميع الخواص الحسية للجبنة وده الحقيقة كانت تحدي وحتى عملنا دراسات إضافية قدرنا نعمل الجبنة الشادر دي بدون دسم بالمر بس ده ما كانش جزء من البراءة يعني الحقيقة ليه أمريكا لأنه أمريكا هي قارة والجبنة الشادر من العجبان الأساسية اللي عندها فكون إن احنا نعمل يعني ناخدها من أمريكا ونعمل الحماية في أمريكا وكان برضو الهدف من إنها تتسوق هناك لأنه يعني كان يبقى العائد اللي حيعود على الكلية والجمعة والبلد وعليا يعني لو قدرنا نبحها في أمريكا كان يبقى يبقى أفضل طيب يعني إزاي ده يحصل هنا إزاي يبقى في صناعة أجبان يعني مشهورة بها مصر إزاي يبقى في صناعة أجبان حتى تكفي الاستهلاك المحلي ما نستوردش ودي مشكلة كبيرة إزاي البحوث اللي قمت بيها تبقى بحوث فعلا تطبيقية وتنفذ على الأرض الواقع تطبيق والله يا فنم يعني عندنا المقاومات الأول يعني يعني في دول مشهورة بصناعة الأجبان إحنا عندنا مقاومات إن إحنا نبقى كده ولا لا يعني ما عندناش موارد هي يعني كميات اللبن المنتجة في مصر ما تسمحش بتوسع كبير في صناعة الأجبان في الوقت الحاضر ويعني ممكن بقى استبدال بقلبان مجففة وكلام من ده ويعني أنا الحقيقة طلعت على الكتب قديمة كان عندنا أصناف أكتر من الجبنة زمان والفيه أصناف ابتدت يعني أو أموش يعني في أصناف القرد يعني كان عندنا مثلا حاجة اسمها الجبنة الضاني بتتعامل من لبن الأغنام ما عندناش بنسمع عن الجبنة دي هي بتتعامل بس بكميات قليلة قوي وكان فيه أصناف تانية غير كده فهي يعني عدم موجود الكميات الكافية من اللبن هو السبب الأساسي ولكن حتى نقدر الاستهلاك المحلي يعني نقدر حتى نكفي نفسنا يعني ولا ده برضو صعب لا ما أنا بقول لحتك هو يعني عدم يعني يعني حتى صعب ان احنا يكفي استهلاك محلي ومحتاجين ان احنا نستوي ولا ايه يعني يعني فيه أجبان دلوقتي بتتصنع باستخدام ألبان مجففة وزيوت نباتية بالمناسبة بالمناسبة الألبان المجففة يعني أقل جودة من الألبان بصحيتك هو ده 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 لكل الناس فكريه إنما هو اللبن المجفف عبارة عن لبن بينزع منه بتنزع منه المية وفيه حتى بعض الألبان المجففة بيتعمل لها فورتيفيكيشن يعني بال بايتامين اي وكلام بتضف مجموعة من الخواص ليه يعني اه بيضف لها فيتامين ألف فهو يعني فيه أصناف من الألبان المجففة بعضها يعني الفرق بينه وبين اللبن الغير مجفف ما هوش يعني لا يمثل فقد كبير في القيمة الغذائية طيب يعني دكتور خلينا احنا بنختم اللقاء بس نتكلم على جامعة الإسكندرية لأنه يعني طبعا دكتور من معيد لعميد في جامعة الإسكندرية كان فيه قسم كمان مخصوص أو حضرتك أنشأته يعني ايوه هو الحين على الاهتمام بجامعة الإسكندرية وكلة الزراعة فيه ايوه هو يعني زي محاتك ذكرتي أنا أخذت الدكتوراه من فرنسا فالواحد بيبقى له يعني قرب للبلد اللي هو أخذ منها الدكتوراه فالحقيقة لاحظنا أنه فيه في اسكندرية عدد مش قليل من المدارس الفرنسية عدد الطلاب فيها يعني بيفوق العشرين ألف طالب فالحقيقة اتصلنا بالسفارة الفرنسية وكانت هي بتاريت تنشأ وحدات بتدرس مواد تانية باللغة الفرنسية وطلبنا منهم أن احنا يعني ننشأ في كلية الزراعة قسم لعلوم وتكنولوجيا الألبان يتم التدريس فيه باللغة الفرنسية يعني البرنامج هو نفس البرنامج العربي ولكن من درسه باللغة الفرنسية علشان اللي خرج من مدرسة فرنسية ما يفقدش بقى اللغة بتاعته والحقيقة يعني بعد مجهود يعني نجحنا أن احنا ننشأ هذا القسم والحقيقة القسم ده جاله كمان طلبة من أفرقى من أفريقيا النطقة باللغة الفرنسية طبعا يعني أنا ختمت الحوار بجامعة الإسكندرية بس حتى يعني الدلالة على أنه دكتور مورسي جنم إسكندرية مخصوص للبرنامج هنا في القاهرة فطبعا احنا بنشكرك جدا على المجهود اللي قدمت ودوت لكن مهم قوي أن حداك كنت تبقى موجود معنا حاصل على جهزة الدولة التقدرية لازم طبعا نشكرك على مشوار طويل ومهم جدا وكانت تتويج جهزة الدولة التقدرية الحقيقة يعني سعيد بوجودي مع حضراتك وبشكركم على الدعوة الكريمة عزيزي المشاهدين بشكركم في نهاية وإلى اللقاء وحلقة جديدة من برنامجكم علماء من بلد يا مهدي الحضارة يا بحر الكرم نيلك تسكر كوك نعطر تترك بين أول بين القمم عظيمة يا مصر عظيمة يا مصر يا أرض النعام عظيمة يا مصر يا أرض النعام يا أرض الحضارة يا بحر الكرم يليك تسكر يا مصر يا أردين الأمر يليك تسكر كوك نعطر يا أ programmاء من بوحر عظيمة يا مصر عظيمة يا مصر يا أرض النعام أرض الجوامع أرض الجنين أرض المزيرة أرض المدين أرض المصانع عشت يا مصر يا أمي الهرب